موسيقى صباح الخير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعة ستتابعون في هذه الحلقة كالعادة أبرز عنوين بعض الصحف العربية كما سيكون الجزء الأكبر من هذه الحلقة مخصصا للشأن المصري وسننقش آخر تطورات على الساحة المصرية بالإضافة إلى أخبار أخرى سننقشها في سياق الحلقة مع ضيفي من مصر السيد أسامة جادو عضو البرلمان المصري السابق عن حزب الحرية والعدالة أهلا بك سيد أسامة في الميادين ولكن قبل بدء الحوار سنتوقف مع أبرز عنوين بعض الصحف العربية صادرة صباح هذا اليوم أهلا بكم نبدأ جولتنا من صحيفة القبس الكويتية التي عنونت زلزال إيران يهز الجيران أربعون قتيلا وألف جريح وعشرات في باكستان تفجيرات بوستن إرهابية بوسائل بدائية الرياض قضت بمحاكمة عشرين متهما خلية إرهابية خططت لتنفيذ عمليات في الكويت مصدر قانوني لصحيفة القبس خلل جسيم ارتكبته الداخلية بعدم اعتقال البرك من القبس الكويتية إلى صحيفة القدس العربي التي عنونت أوباما تفجير بوستن إرهابيان ولا نعرف من يقف وراءهما قتلان ومئتا جريح بينهم سعودي والرياض تنفي أي علاقة له بالهجوم حبس بارك ونجليه على ذمة قضية قصور الرئاسة مقتل ضابط مصري بهجوم جديد في سيناء سوريا عفو رئاسي مشروط وبريطانيا تزود المعارضة بمعدات دفاعية ولبنان أهالي مخطفي أعزاز ينفذون تهديداتهم لتركيا ويهاجمون أردغان واجتماع حاسم لمكتب حماس سياسي في قطر لتوزيع المهم من صحيفة القدس العربي إلى صحيفة الأخبار المصرية التي عنونت ضمع لاوة المخلوع للأساسي وانتظار لمفاجأة مرسي الأخبار تنشر نص شهادة السيسي في قضية فرم مستندات أمن الدولة ونبقى في مصر مع صحيفة الجمهورية التي عنونت القوى السياسية تتحد في إيدانة تفجيرات بوستن عمل إجرامي ترفضه كل الأديان السماوية استبعاد طورط إسلاميين في الهجوم في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة بشر الإزالة فورا للمباني المخالفة ولا تصالح السيسي أدل بشهادته في فرم مستندات أمن الدولة النيابة خيانة وطن وتمص لتاريخ ونكران انتماء واستشهاد ضابط شرطة في هجوم إجرامي وسط سيناء من مصر إلى لبنان وصحيفة النهار التي عنونت المختلط سيد الموقف الحكومة والقانون معا مقاتلوا حزب الله بدلوا اتجاه البوصلة صعود الفيصل لا حلم حكومة الأسد هيج سنزود المعارضة عربات مدرعة هجوم بوستن إرهابي وأمريكا لا تعرف الفاعلين من لبنان إلى صحيفة الدستور التي عنونت الملك يؤكد دعم الأردن للجهود الدولية في التصدي للإرهاب النواب يؤكدون ضرورة استمرار الإصلاحات ويحذرون من رفع الأسعار أثير محررة الاحتلال يزرع فيروسات خطيرة في أجساد الأسرة اعتصام منحاشد أمام الأردنية رفضا للعنف الجامعي وزلزال يقتل العشرات في إيران ويدمر ألف مبنى بباكستان ونختم مع الإمارات وصحيفة البيان التي عنونت محمد بن زايد وأوباما يبحثان مبادرات توثيق التعاون واستقرار المنطقة هيئة الطوارئ لا أضرار في الإمارات من الزلزال وجاهزون احترازيا الإمارات تدين الجريمة النكراء وأوباما يصنف التفجير بالإرهابي FBI تحقيق عالمي لكشف جونات بوستن والاحتلال يهدد غزة بعدوان شديد هذه كانت جولة على أبرز عنوين بعض الصحف العربية عودة لمتابعة برنامج آخر طبع شكرا للزميلة سارة الحف إذن سيد أسامة هذه كانت أبرز عنوين بعض الصحف العربية برأيك ما هي أبرز العنوين اليوم بالإضافة إلى الزلزال الذي ضرب إيران بالأمس والذي بلغت ثمانية درجات على مقياس رختر تقريبا زلزال كبير ومدمر بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك والأستاذ المشاهدين وأسعد الله صباحك وصباح المشاهدين يعني أبرز الأخبار اللي احنا تابعناها منذ لحظات هو يعني ما حدث في المنطقة المحيطة بإيران وفي القلب منها إيران لأن أضرار أو تداعيات وتوابع الزلزال يعني كان لها صدى في الإمارات وفي باكستان وهذا من أقدر الله سبحانه وتعالى تعزينا للضحايا ودعاءنا لله سبحانه وتعالى يعني أن يخفف من أطوط هذه الأحداث على قلوب إخواننا المسلمين في كل مكان لكن مسألة الزلازل رسائل كما البراكين كما الفيضانات والأعصير رسالة للإنسان أن للكون رب عظيم قوي بيدي كل شيء إذا أراد أمرا إنما يقول له كون فيكون قريبا من الزلازل التفجيرات بتاعت بوستو وإذا تجاوزنا المشاهد الدموية اللي حصلت أول أمس ووقفنا أمام التحليلات الحادثة الآن نلاحظ أن هناك تريص في الإعلان عن جهة الفاعلين وتعلمت الإدارة الأمريكية التي تسارع بلصق هذه الاتهامات بقطاع من البشر أو تحديدا بالإسلاميين وأن الحوار بالأمس والصباح اليوم يدور في الأوساط الأمريكية أن ربما يكون الفاعل ينتمي إلى الداخل الأمريكي لأن هناك فيه طفال موجود من الأفكار العنيفة داخل المجتمع الأمريكي بعيدا عن المسألة الدينية وهناك معروف هناك تنظيمات أمريكية ويت نيشن وغير ذلك من المنظمات ولكن يحكي عن إمكانية تورط إسلامي في هذين التفجيرين هذا مطروح من الأصل ومن البداية لكن الجديد هنا أن تفكروا في جهات أخرى في الداخل الأمريكي والأصعب بالنسبة لهم هو أن يكون الفاعل من الداخل الأصعب أن تكون المواجهة داخلية في الداخل المجتمع الأمريكي الأسهل لصاق الطهمة بالإسلاميين أو بعنصريين أو بآخرين لكن هذه فرصة منتهزها لأؤكد على حرمة الدم الإنساني وأننا نحن نبني دين القتل والإرهاب والتخريب أي من كان الضحية ونرنه إلى مستقبل لا يسهد فيه دم ولا تسقط فيه قطر الدم لا من عربي ولا من غير عربي لا من مسلم ولا من غير مسلم القتل مدان والإرهاب مدان في كل الشرائع والأديان برأيك وقع هذان التفجيران في بوستون وعدة دول نددت بهذين التفجيرين واستنكرت لماذا عندما يحصل أي تفجير في البلاد العربية في العراق مثلا منذ أيام عدة تفجيرات ويقتل العشرات من المواطنين ويؤدي ذلك أيضا إلى جرح العديد من الأشخاص لماذا يمر ذلك بشكل عادي ليس في العراق وحدها لكن في دول كثيرة كما تفضلت حضرتك وقلت أن هناك ازدواجية في الإعلام الغربي وانت تدري جيدا كيف يسيطر الإعلام الغربي على الميديا العالمية هو اللي بيصدر الأخبار هو اللي بيبرز الخبر هو اللي بيموت الخبر يجعله خبر أول أو يجعله خبر متأخر ولكن عدد زعماء عرب نددوا عدد زعماء عرب نددوا بتفجيرات بوستن ولكن لم ينددوا بتفجيرات مثلا العراق لا حضرتك كل الدم كما قلت يعني كل الدم يعني محل احترام وحملة الترويع والقتل وسفك الدماء والتخريب كل هذه مدانة يعني إذا كنا ندينوها إذا وقعت في بلاد غير بلادنا فكيف إذا وقعت في ديارنا ونحن نرى أن أنا شخصيا وبانتماء لهذه الدعوة الكريمة دعوة الإخوان المسلمين بقى أن كل قطر من أقطار الأمة العربية هو قطر عزيز علي ويخصني وأن كل إنسان عربي أيا كان موقعه أيا كان سكنه فهو يعني في القلب مني يعني أشعر نحوه بنفس المشاعر التي أشعرها نحو ابنتي وأولادي هل تتوقع أن يكون هناك يد ربما للقاعدة في تفجيرات بوستن؟ يعني أصحاب الشأن ومن وقع عليهم الاعتداء متريسون ألف أفل أن نتريس نحن حتى تتضح وتنجلي الأحداث لا سيما وأن الخبر بيقول الآن أن تفجيرات بدائية يعني مواد أولية وإحنا كما قلت لحضرتك المجتمع الأمريكي يعني تختمره الآن مجموعة من الأفكار اليمينية المتطرفة يعني وتشكل عامل قلق وضغط على الإدارة الأمريكية فيه يعني توجد الآن حملات شرسة على الرئيس أوباما من الداخل الأمريكي من فترة قريبة لو حدرتك تتذكر معي مسألة جمع السلاح وتقنين حيازة المواطنين الأمريكي للسلاح كان محل يعني مشكل كبير في بعض الولايات التي تسمح بهذا الأمر سيد أسامة منذ ساعة تقريبا على ما أعتقد أطلق عدد من الصواريخ على إلات الجيش الإسرائيلي قال أن مصدر هذه الصواريخ هو سيناء يعني هذا ليس الإعلان الأول كثيرا ما تعلن الإدارة الصهيونية كيان الصهيوني كثيرا ما يعلن أن سقوط سواريخ على إلات على العقبة ويقول أن مصدرها من سيناء وبيكون الهدف هو يعني إثارة قضية الوضع الأمني في سيناء وإرسال رسالة الرأي العام العالمي أن سيناء فيها فوضى وأنها خارج السيطرة الأمنية المصرية ويعني أنا تابعت مع حضرتك الخبر ولكن لا أعتقد أن السيناء فيها هذه الأحداث بالحديث عن سيناء هل تعتقد أن وضع سيناء سليم يعني في هذه الأيام أخصة أنه بالأمس قتل ضابط هناك في سيناء سيناء من عشرات السنين وفيها حالة اضطراب وفيها حالة قلق وفيها جيوب منطقة صحراوية جبلية قبضة الأمن فيها قبل الثورة يعني كانت موجهة نحو الأمن السياسي فقط لكن في الفترة الأخيرة خاصة بعد شهر حادث أغسطس الماضي بدأت الحكومة المصرية قوات المسلحة المصرية تستعيد زمام المبادرة والسيطرة على الشمال ووسط وجنوب سيناء المسألة ستأخذ فترة من الزمن لأنها لها عدة محاور لها محور تنموي متعلق بسيناء كاملة فيه محور متعلق بوضعية المواطنين السينويين القبائل في سيناء كل هذه أوضاع بيوعد ترتيبها من جديد على أصص جديدة تتفق مع التوجهات الجديدة في المجتمع المصري وتتناسب وتتصق مع الدستور المصري الجديد هذا الوضع يحتاج كبناء إلى فترة يعني تعرف حضرتك أن هدم مبنى يحتاج إلى ضغط على زر ينهار هذا البناء لكن إعادة بناءه تأسيسه استكمال البناء إعداده للسكن يحتاج إلى فترة من الزمن قواتنا المسلحة يعني بيطبسط سيطرتها الآن على كامل الطراب الوطني بيتم محاصرة الجيوب الموجودة في سيناء يوم بعد يوم من يتحسن الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع السياسي في سيناء كما هو الحال في عموم من هي هذه الجيوب التي تحدثت عنها وهل يمكن للحركات الجهادية أن تكون مسيطرة هناك في سيناء والله يشوف حضرتك هو في وسط سيناء منطقة جبال ومنطقة سحراء كان يتواجد فيها عدة جبهات أو عدة أسميها مثلا حصابات الأغلب فيها عصابات تهريب عصابات تهريب وسلاح ومخضرات والراغبين في السفر من الأفارقة إلى الكيان الصهيوني والقلة فيها كانت من الاتجاهات الإسلامية التي تتبنى العنف سبيلا للتغيير لكن خلال الفترة التي فاتت بدأ الاشتباك في هذه المنطقة توقف قليلا ثم أو عيد مرة ثانية على كل الأحوال هناك تصميم من الإدارة المصرية من الرئيس المرسي من قوات المسلحة على أنه لا خروج على القانون لا خروج على القانون أي من كان ويعني مسألة بسط السلطة والسيادة المصرية هذه مسألة لا حوار ولا نقاش سنتابع هذا الحوار مع حضرتك سيد أسامة ولكن سنتقل إلى فقرة الحدث صحيفة الشرق الأوسط كتبت مقالا بعنوان التقارب مع طهران يشعل الخلافات في القاهرة ورئيس حزب الدستور محمد البراد لن يترشح في الانتخابات المقبلة بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية بالإضافة إلى أخبار أخرى نتابعها في هذا التقرير الشرق الأوسط التقارب مع طهران يشعل الخلافات في القاهرة قال القيادي في مجلس الشورى المصري عماد المهدي للصحيفة إن وعود إيران لمساعدة مصر مرفوضة وهذه المساعدة والتقارب مع إيران ليس في مصلحة الأمن القومي المصري تجاه يتعارض مع مساعي السلطة التنفيذية التي تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين النائب في البرلمان السابق عن الإخوان ناصر الدين إبراهيم أوضح أنه على السياسة لاستفادة من مثل هذه العلاقة شرط عدم غالبياتهم من التيار السلفي تقدموا بطلبات مناقشة عن مسار التقارب المصري الإيراني لكنها لم تعرض بشكل رسمي في المجلس حتى الآن بعدما تلقوا معلومات عن أن مسؤولين إيرانيين عرضوا في لقاءات مع مسؤولين كبار في مصر تقديم مساعدات للقاهرة مقابل تطبيع العلاقات بين البلدين الأخبار اللبنانية الصراعات الداخلية تنخر حزب البرادعي علمت الصحيفة من مصادر مطلعة أن رئيس حزب الدستور محمد البرادعي لن يترشح في الانتخابات المقبلة ويدرس ترك الحزب نهائيا حتى بعد انتخابات مؤتمره العام التي من المقرر عقدها الشهر الجاري وبالتالي تسقط فرص رهان المعارضة المصرية على أن يقودها في معارضة نظام الحكم الحالي أو في انتخابات مجلس النواب المتوقع إجراؤها بعد ستة أشهر عضو جبهة الإنقاذ طارق تهامي أوضح للصحيفة أن سبب الأزمة التي مر بها حزب الدستور هو اختلاف المفاهيم والتفكير بشكل كبير بين قيادات الحزب وشبابه مشيرا إلى أن الحزب ما زال موجودا في صف المعارضة كشريك أساسي في جبهة الإنقاذ الوطني والستريت جورنل الولايات المتحدة تخشى من فوز المعارضة في سوريا يبدي مسؤولون في الإدارة الأمريكية خوفا من فوز المعارضة المسلحة في سوريا في الوقت الحالي بسبب سيطرة القاعدة عليها ويقول مسؤولون حاليون وسابقون أن أي انتصار وشيك سيقود جهود الحل الديبلوماسي وسيقضي على ما تبقى من مؤسسة مدنية ويزيد من خطر وصول السلاح الكيميائي إلى أيض إرهابية وبحسب مسؤولين أمريكيين فإن قرار زيادة دعم الجماعات المعتدلة ليس سوى نتيجة لهذا التحول في التفكير الأمريكي إذن سيد أسامة يبدو أن مضوع تقارب المصري الإيراني قد أحدث خلافات مصرية بشأنه القيادة في مجلس الشورى عماد المهدي قال لصحيفة الشرق الأوسط نحن نرفض التقارب مع إيران ونرفض أي مساعدة منها لأن هذا ليس في مصلحة الأمن القومي المصري بداية كيف تعلق على هكذا تصريح وكيف يمكن أن يكون للتقارب المصري الإيراني أن يكون خطرا على مصلحة الأمن القومي المصري أنا أجد أن بعض التصريحات نسبت إلى بعض المعارضين في الفترة التي فاتت يعني تسيء إلى الشعب المصري أكثر ما تسيء إلى الإدارة المصرية يعني تصوير أن مصر تلهث وراء إقامة علاقات دبلوماسية وانفتاح اقتصادي واجتماعي وسياسي على دول في المشرق أو المغرب بين دول عربية أو إسلامية أو غير عربية أو غير إسلامية أنها تلهث وراء هذه العلاقات بغية المساعدات تقزيم لمصر والشعب المصري وإهانة بالغة أنا أرفضها أن نربط العلاقات بالمساعدات وأن العهد اللي كانت العلاقات رهن المساعدات انتهى مصر تجاوزت كل هذه المحل مصر اليوم حديثة جديدة مصر قوية مصر أبناء أبناء هما اللي بيقضوها لا شرق ولا غرب لا بيت طبيض ولا بيت اسود بيوجه سياستها وهذا ما أعلن الرئيس مبارك الرئيس محمد مرسي منذ خطابه الشهير أو الأشهر في ميدان التحرير أن القرار المصري قرار وطني ويعني أنتاز الفرصة وأسجل نقطتين النقطة الأولانية فيما تعلق بضوابط العلاقات السياسية الخارجية المصرية هناك ضوابط موجودة وأعلن عنها حزب الحرية والعدالة وأعلنها السيد الرئيس مرسي في عدة لقاءات أولها يعني أن العلاقات خادمة لمصالح الشعب المصري وأن المستهدف رقم واحد من أي علاقات هو الشعب المصري ومصالح الشعب المصري والمصري النقطة الثانية نحن نود أن لا تكون بيننا وبين أي دولة على مستوى العالم استثناء الكيان الصهيوني أي خلافات تصفير الخلافات هذا مبدأ مهم جدا 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 وأنا أعجب أن بعض الدول تحرم علينا وتحرم على الدول الربيع العربي هذا التوجه تصفير الخلافات مع كل الدول وخاصة الدول العربية والإسلامية الأشقاء وتستبيحه لنفسها وتحتكر هذا الأمر لنفسه النقطة الثالثة هناك مبدأ التعامل بالمثل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية كما نتدخل نحن في شؤون الداخلية للدول الأخرى لا نقبل أبدا لأي دولة أن تتدخل في شؤوننا الداخلية على هذه المبادئ بتسير الدبلوماسية المصرية وحدك تلحظ أن في خلال تسعة أشهر الماضية وهي فترة وجيزة يعني تعددت علاقات مصر وانبسطت يعني من الصين للبرازيل اللي حيقوم بزيارتها السيد الرئيس في الشهر القادم تنوع العلاقات المصرية سواء كانت سياسية أو اقتصادية على قاعدة الجوار على قاعدة خوة الدم والعقيدة على قاعدة التعاون الاقتصادي التعاون السياسي هذه مفردات جديدة في السياسة المصرية سيد أسامة كنا نتحدث عن المساعدة الإيرانية لمصر هل ترفض المساعدة القطرية التي قدمت إلى مصر مؤخرا؟ حضرتك أنا أقول لحضرك أن هذه الحديث عن المساعدات وربطها بالعلاقات فيه إهانة لنا إهانة لنا أنا كمواطن مصري أنا لا أقبل هذا الكلام مصر أكبر من الحديث عن مساعدات يعني إذا كنت تتكلم عن وديعة توضع من هنا أو من هناك فهذا لظرف نحن نمر به ويعني مش حاته ومثل يعني مش لا نستجدي الآخرين ولكن الآخرين هم الذين يستشعرون أن الأخ الكبير والشقيق الأكبر في الوطن العرب والعالم الإسلامي فيه حاجة إلى من يدعوه عندما يقول سيد عماد المهدي نرفض التقارب مع إيران لا مسألة التقارب والعلاقات الدبلوماسية مسألة أخرى خارج إطار يعني أنا لم أسمع أن حد على مستوى المسؤولية في إيران ألح نعمل مساعدات أو نقول كلام منه وأنا أقول لحضرتك رابط المساعدات بالعلاقات مرفوض عندنا ولما لوحت الولايات الأمريكية بوقف المساعدة والمعونة وكلام منها إحنا كنا صراحة في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب الفائد كنا واضحين إحنا يعني كرامة وكرامة المصريين فوق كل اعتبار مسألة العلاقات يعني بين نصف وإيران موضوع طويل ومتعدد الأبعاد يعني بيشتمك فيه البعد التاريخي مع البعد الديني مع البعد العاطفي ولا أعتقد أن الوقت المخصص يعني يفي بهذا الغرض علينا في مرة أخرى يعني أتحدث لأن مسألة مسألة تاريخ لازم نسكن كيف يمكن الاستفادة من هذه العلاقة مع إيران في ظل وجود خلافات على هذا التقارب الطائر السلام يرفض ربما هذا التقارب والمساعدة أنا أقول لحضرتك يعني الشعب المصري بعد الثورة امتلك القرار وانا لعند تشبيه أقول فيه أن المصريين صاروا بعد الثورة أشبه بالتحاد ملاك مصر وكل فرض فيهم سواء كان في حزب ولا في قوة سياسية ولا طيار ديني بيشعر أنه ليه جزء في القرار وهذه من أعلى الإيجابيات التي سجلت بعد الثورة تحول المواطنون من كونهم متفرجين إلى لاعبين وفاعلين وأصحاب أصحاب القرار يعني يقولوا هذا الكلام وتطلع الطائرات تقول نرفض التقارب مع الإيران وطائرات أخرى تقول نرفض التقارب مع دولة كذا ودولة كذا وطائرات أخرى تقول نرى أن مصالح منصف المرحلة الحالة تتجي جنوبا إلى السودان وعلى نفس القاعدة هناك انكار على التقارب بين مصر والصين أو مصر والهند سنتابع هذا الحديث عن هذا الموضوع بالتحديد ولكن سنتوقف مع فاصل قصير ومن ثم نتابع مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا سنعود أهلا بكم من جديد ومجددا ورحب بك سيد أسامة جادو عضو البرلمان المصري سابقا حزب الحرية والعدالة سيد أسامة كنا نتحدث قبل الفاصل عن التقارب المصري الإيراني من الواضح أن الطيار السلافي في مصر يعني يعارض هذا التقارب لأن نواب في مجلس الشورى غالبيتهم من الطيار السلافي تقدموا بطلبات مناقشة عن مسار التقارب المصري الإيراني هل بداية حضرتك تقديم هذه الطلبات وهل تتوقع أن يشكل هذا الموضوع مسألة التقارب الإيراني المصري خلافات أنا أفصل ما بين حق الجميع في مناقشة أي موضوع يخص الشأن المصري وما بين يعني أنا أقدم على هذا الأمر أو لا أقدم عليه يعني هذا حقه هذا حقه بل هذا من واجب هذه الطيارات السياسية والإسلامية أنها يعني تناقش الشأن المصري وتناقش العلاقات ما بين مصري ومن أي دولة سواء كانت إيران أو كانت الهند أو السين تناقش هذا الأمر ولكن يبدو أن هناك تخوفا من قبل الطيار السلافي من هذه العلاقة مع إيران ما سبب هذا التخوف بإجاز يعني هو فيه تخوفات موجودة في العالم العربي عموما وهي متعلقة بالنشر المذهبية أو الطائفية ويعني حتى في حوارنا مع الأطياف السياسية في مصر ويقول إحنا بنمايز ما بين العلاقات السياسية بين الدول والخلافات المذهبية الطائفية في داخل الكيان الإسلامي ولو أنا يعني قطعت علاقاتي مع كل دولة تختلف معي مذهبيا أو طائفيا أو تشكل تهديدا على معتقداتي إذن ستبقى كل دولة حبيثة حدودها وإن طبعا بنفس المعيار حتنشأ مشكلة مع كوريا مع الهند مع اليابان وهذه دول يعني لا تخالفك في المذهب أو في الطائفة لما تخالفك في أصل الديانة يعني يعني لا يعترفون بدينك ولا يسعى عندهم دين ولا يعبدون يعني الله سبحانه وتعالى ما عندهم كتاب سماو طب كيف سنتعامل معهم كما أن يعني القوي لا يخش شيء القوي لا يخش شيء وإن يعني الشعب المصري أزجى وأقوى وأرفع من هذه الأطرحات التي تطرح في هذا الوقت أنا أميز ما بين العلاقات بين الدول والتعاون بين هذه الدول لتحقيق هدف مشتركة بين شعوبها للتقارب بين هذه الشعوب والاستكمال المصرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية نعم وما بين المسائل المذهبية والطائفية هذه لها محافلها لها مجامعها العلمية الفقهية تتناقش فيها تتحاور فيها يعني تتقارب فيها تتباعد فيها لكن العلاقات بين الدول يعني مسألة أخرى وعن فترة هذا كان يعني كانت وجهة نظر بعض قيادات المذهب السلفي أو الطيار السلفي في مصر يعني من تسعة أشهر أو من سبانية أشهر هذا كانت تنافيه الآن المميزمة بين العلاقات الدولية وبين الخلافات المذهبية لكن حصل خلال شهر الفائت يعني تغير في هذا الخطأ نعم الاختلاف على المسألة السورية بين إيران ومصر برأيك هل هذا ما يشكل عقبة أمام مصر العلاقة بين إيران ومصر بالتأكيد وشكل عقبة لكن على الجميع أن يتجاوزها وأعتقد أن مصر بادرت وقدمت مبادرة ربعية من أجل حل الأزمة السورية منذ ثمانية أشهر وكانت مصر وإيران أساسيا فيها ويعني نقاط الخلاف ينبغي أنها تكون منطلق للتعاون لا أن تكون يعني مصار حرب يعني يعني الشعوب تعبت وزهت من الحروب تحتاج أنها تبني تحاج أنها تنمي حياتها وتعيش حياتها وتحقق ذاتها وتحقق الأهداف أهداف وجودها في الحياة طيب نبقى في شأن المصري ولكن ننتقل إلى صحيفات الأخبار اللبنانية بحسب مصادر للصحيفة فإن رئيس حزب الدستور محمد البرادعي لن يترشح في الانتخابات المقبلة ويفكر في ترك الحزب نهائيا بداية هل لديك معلومات حول ربما إمكانية أن يترك حزب الدستور وأنه لن يترشح للانتخابات المقبلة حزب الدستور يعني يعني عاصفت به عاصفة الانقسام في الأسبوع الماضي وكانت يعني شبه كارثة لأن هذا الحزب خرج للوجود ويقول أنه زعيم الليبرالية في مصر ولما جاء للتشكيلات الداخلية مين يبقى نائب رئيس ومين يبقى رئيس لجنة ومين يبقى في الماء تم تسمية الأسماء بالتعيين وليس فيها الانتخاب وحدث يعني الانقسام داخلي بين الطيارات الشبابية أو مجموعات الشبابية وما بين القيادات العواجية أحد الأسباب الرئيس أحد الأسباب الرئيس فضلا طبيعة الدكتور البردعي طبيعة الانسحابية طبيعة الانسحابية يعني يتحرك يندفع ثم يعني يعود إلى الوراء ويعني تسأني عن رأي الشخصي أنا حزين لما يحدث في هذا الحزب وفي بقية الأحزاب وهذا غريب لكن لا تستغرب إحنا بندعو إلى تقوية كل الأحزاب وكل التيارات وكل قوى السياسية عندنا في الدور المصري لما بتضعف الفرق والأهل بيكسب على طول الدور لكن لما بيكسب في ظل وجود أربع خمس أندية لعبة فاعلة قوية حاضرة شاهدة الجميع بيستمتع ومصر بتربح يعني لما يبقى في مجموعة أحزاب وطيارات سياسية قوية منافسة البعض في الحكم والبعض في المعارضة ويبقى فيه منافسة سياسية منافسة سياسية بعيدا عن العنف والملطوف والحرق وحرق المقرات والتصوير الجسدية للمواطنين والمخالفين في العمل السياسي لما نتخلص من كل هذا البلاوي سنوصل لأداء سياسي عالي جدا في حال ترك منصبه كرئيس حزب للدستور برأيك إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك على المعارضة المصرية خاصة أن حزب الدستور سيد محمد البرادعي طرف أساسي في المعارضة المعارضة في مصر تقدر تقول لحضرتك أنه مجموعة قوة لكن جبهة الإنقاذ أو ما تطلق على نفسها جبهة الإنقاذ تريد أن تحتكر المشهد المشهد المعارضة لنفسها وتبرز للرأي العام الداخلي أنها هي المعارض الأساسي في مصر في حين أنها جزء من المعارضة في طيارات وقوة سياسية ولكن سيد أسام هذه المعارضة بالمقابل تتهم جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة السيطرة على القرار وبأخوانة الدولة كيف تردون على ذلك يعني سبق رددنا عن هذا الكلام الحديث عن الأخوان وعن السيطرة وعن الاستحواذ يعني حديث ممجوغ ومناقض لأبجديات العمل السياسي ومناقض لطبيعة الديمقراطية الطبيعة الديمقراطية في كل دول العالم هو أن الجميع يخوض الانتخابات من يفوض بالانتخابات يدير ما سمعنا أبدا في أي دولة شبه متحضرة أن اللي بيخسر بقول أنا أشارك معك في الإدارة بيحسن احنا بتشوف المشاهد دي بيخش الاشتراكيون يحكموا القصر الألزي ويطلع الجمهوريون ويحاولوا يرجعوا مرة تانية كما هو الحال في أمريكا في بريطانيا أن نحن لم نقرب هذا التدول السلمي للسلطة فكل ما يتم تناوله عن الاستحواز فليأتون بمثل كل كل قيمة بعد 13 ألف وبعدين من قال أنهم 13 ألف عادة سننتقل إلى الفقرة التالية وهي أخرى تركيا وأبرز ما تناولته بعض الصحف التركية نتابع حريات ثمن لا مبالات الأمريكية لا يفتر الباحث الأمريكي من أصل إيراني ولي النصر عندما يقول أن فاتورة الإهمال الأمريكي للوضع في سوريا ستكون باهظة على الجميع واشنطن تهمل سوريا من أجل استراتيجيتها المنشغلة بالمحيط الهادئ إن احتمال التحول سوريا إلى أفغانستان جديدة قوي جدا واحتمال انتقال الشرارة الصدام إلى الدول المجاورة قائم في ظل التنفس الشديد على النفوذ بين تركيا وإيران والسعودية ورغم أن إيران الفتنة والحرب لم تنتقل بعد إلى تركيا ولبنان والعراق فإن السقوط في مشاريع سياسية تتوسل الفتنة السنية العلوية المتصاعدة يجعل من سياسة إدارة الظهر والتفرج التي تتبعها واشنطن خطراً لانتقال التهديد والحرب في سوريا إلى تركيا نفسها راديكال هل تقسيم تركيا مصلحة إمبريالية؟ ماذا ستجني الإمبريالية من تقسيم تركيا؟ كل يوم تظهر نظرية تقسيم تركيا وتوزيع لجنة الحكماء لحل المشكلة الكردية على سبع مجموعات تبعاً لعدد أقاليم تركيا فسر على أن تقسيم تركيا سيكون إلى سبعة أقسام هكذا نفهم إذن سعي الإمبريالية لتقسيم العرب حيث النفط أو أفريقيا حيث المال أو إيران وأذربيجان وكزاخستان حيث الغاز الطبيعي لكن ماذا تستفيد من تقسيم تركيا؟ أليس خطراً على الإمبريالية نفسها تقسيم بلد لا فائدة من تقسيمه؟ سيد سامة عندما يقول الكاتب أن فطورة الإهمال الأمريكي للوضع في سوريا ستكون باهظة على الجميع هنا عن أي نوع من الإهمال يتحدث برأيك وهل ترى فعلاً أن واشنطن أهملت الوضع في سوريا؟ لم تهم الوضع في سوريا كانت صريحة من البداية حتى هذه اللحظة هي تدافع عن خط أصيل تسير عليه الإدارة الأمريكية وهذا واضح أنها تقف حيثما تقف إسرائيل والمصلحة الصهيونية وهي لها مصلحة في تدمير الدولة السورية يعني هي تتعامل مع الموضوع السوري على أساس مصلحتها مصلحة إسرائيل؟ لا خلاف ولا جدال حيثما وجدت مصلحة إسرائيل فسمى مصلحة الأمريكان وهذا واضح للعيان تريد تحطيم برأيك ما هي مصلحة إسرائيل اليوم في الموضوع السوري؟ أنا أبقى لا أضع الأمري عليه استنزاف كل القوة والطاقات وإخراج الجيش السوري نهائيا من المعادلة وجيش السوري أصلا خرج من المعادلة أصلا من سنين طوال يعني ما تحدثني يعني هل واشنطن تسعى إلى عدم ما تحدثني عن أنه كان فيه اشتباك أو فيه حرب مع إسرائيل لكن فليخرج نهائيا ولاحظ حضرتك أن خريطة الجيوش العربية المحيطة بإسرائيل يتم التعامل معها جيش بعد الجيش حتى يعني لا يبقى هناك جيش منظم قتالي حرفي في المنطقة إلا الجيش الصهيوني فنصلحة إسرائيل يوم في بقاء نظام الحالي في سوريا يبقى الوضع لما هو عليه نظام ضعيف مشغول بقتال شعبه وقوة المعارضة لا تستطيع أن تحسن ويتم استنزاف الطاقات والجهود وهذا يعني يجعل إسرائيل تعود فواقدها في السنين الطوال الطوال الحروب التي فاتت يعني في خلال عشر سنين سقطت إسرائيل في حروب متعددة في الجنوب في غزة ولم تحقق نصر إذن على الأقل يعني تكسب من الأوضاع التي تحيط به هل لهذا السبب يعني واشنطن لا تدعم المعارضة المسلحة اليوم بالسلاح بشكل علني يعني أنا في تقديري أن مسألة حس من هذا النزاع عسكريا غير رغبة فيه في الوقت الحالي مزيد من النسف علشان يعني هذه الدولة دولة سوريا لا تقف على قدميها ولا تنهب إلا بعد سنين طوال تكون أعيدة ترتيب أوضاع المنطقة من جديد لكن هذه أوهام بيعيشها الغرب وبيعيشها الأمريكان والصحاليين ولكن سيد أسامة في حال استمر الوضع على ما هو عليه اليوم في سوريا كلما يعني الجماعات المتشددة تتغلغ الأكثر في المشهد السوري يعني وكل يوم يذهب يعني مجموعة من يعني التنظيم القاعدة فصائل التنظيم القاعدة ويشاركون إلى جانب المعارضة للقتال ضد النظام السوري هل هذا في مصلحة واشنطن اليوم أنا كأمود زي ما قلت لحضرتك يعني يعني مصلحة واشنطن في الاستمرار وضع على ما هو عليه مع السنزاف القوة والطاقات العربية الإسلامية الموجودة في المنطقة شغل دول المنطقة العربية والإسلامية بهذا الصراعه تفجيجه وتفجيره ونقله من دولة إلى دولة ومن نطاق إلى نطاق ومن محور إلى محور حتى تنعم إسرائيل بالأمن طبعا الكل يتخوف من احتمال انتقال شرارة الصدام من سوريا إلى بعض الدول المجاورة وطبعا بين هذه الدول التركية برأيك إلى أي مدى يمكن أن تنتقل هذه الشرارة إلى تركيا نظرا لقربها من سوريا ولموقفها من المسألة السورية لأنا لا أعتقد أن هذا الكلام مرشح لأن يكون واقعي لأن نحن في الوقت الحالي في خلال الخمس سنين الماضية يعني أنا لسا متحدث عن السياسة التركية لكني قارئ لها أنها تتجه لحل مشكلاتها ونزاعاتها العرقية الداخلية وبتحقق نجاحات يوم بعد يوم والمسألة الكردية لها أفق في الحل في الوقت الحالي وأعتقد أن النداء اللي أقدمه أجلان في خلال الأسبوع قبل الماضي كان يعني يصب في اتجاه الحل الجذري لهذه المشكلات سيد أسامة سنتوقف مع آخر فقرة في هذه الحلقة وأبرز عنوين بعض الصحف الفنزولية تطلعون عليها الزميلة وفا سرايا من العاصمة الفنزولية كراكس صباح الخير من العاصمة الفنزولية كراكس فبعد الانتخابات الرئاسية على النتائج سنتطلع وإياكم على أبرز عنوين الصحف الفنزولية والبداية مع صحيفة الينيفرسل كابريلس يدعو مناصري خصمه إلى وقفة ضمير مادورو يدعو إلى احترام رأي الأكثرية المجلس الوطني الانتخابي يؤكد فوز مرشح الحزب الحاكم في الانتخابات الرئاسية وإلى صحيفة النسيونال كابريلس يؤكد فوزه بالانتخابات بفارق نقطتين مادورو هو رئيس غير شرعي المحتجون في الشارع في العاصمة كاركاس وفي 17 ولاية وننتقل إلى صحيفة التمس نوتيسيس كابريلس يرفض النتائج ويدعو إلى التظاهر السلمي مادورو بدأ في ممارسة صلاحياته ونلاحظ أن جميع الصحف قد أشارت إلى التظاهرات التي دعا إليها المعارض كابريلس على نتائج الانتخابية ومن ثم صحيفة الموندو فنزولا منقسمة والحكم يتسم بالصعوبة الرئيس نيكولاس مادورو يرفض احتمال الحوار مع المعارضة ويؤكد أن هدف المظاهرات هو الانقلاب على الحكم وننهي مع صحيفة تالكويل وفي عنوان عريض إلى جانب صورة الرئيس نيكولاس مادورو طرحت تالكويل سؤال ماذا بعد الآن؟ كابريلس يدعو إلى التظاهر أمام مراكز المجلس الوطني الانتخابي في كافة محافظات فنزويل الولايات المتحدة واتحاد الأمريكيتين وإسبانيا ينظرون بإيجابية إلى إعادة عمليات الفرز وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام أبرز عنوين الصحف الصادرة للصحف الفنزويلية والآن عودة إلى متابعة برنامج آخر طبعة في استيديوهاتنا في الميادين شكرا لك وفا إذن سيد أسامة نيكولاس مادورو فاز في الانتخابات الرئاسية ولكن بفارق بسيط أعتقد تقدم بحوال 250 ألف صوت على ما أعتقد على منافسه أنريكي كابريلس المعارضة رفضت الاعتراف بهذه النتيجة وطلبت بإعادة الفرز برأيك هل يمكن أن يعاد فرز الأصوات بعدما أعلنت النتيجة الرسمية يعني الحقيقة أنا بقى أحيي للشعب الفنزويل لأنه من أكتر شعوب الأرض في أمريكا اللاتينية يعني وقوفا مع القضية الفلسطينية سواء بشفيز أو بعد شفيز أو في وجود حكم وبنأمل أن يعني يكتازوا الموقف اللهم موجودين فيه في الوقت الحال 250 ألف يعني ربع مليون وتعرف حضرتك لو صوتين ثلاثة في المجتمعات الديمقراطية يكفي لترجيح كفة على كفة فهي العبرة ليست في الفارق لكن عبرة في الإجراءات تمت بها الانتخابات ويعني ودعني نحن نترايث لنشوف الموقف القضائي والسياسي هناك حينتهي إلى أي نقطة طيب المعارض الخاسر كابريلس دعا مناصريه إلى التظاهر برأيك هل ستلبى هذه الدعوة وبالتالي سينزل مناصره إلى الشارع هل ستصاعد المعارضة برأيك أنا أعتقد أن فيه تجاوب مع هذا الادعاء لكنه مرتبط بالحالة النفسية لأنصاره الذين كانوا يعولون على أن يكون هو الفائز يعني حموة خسارة فرفرة خسارة هل تتوقع أن يتجاوب الرئيس مادورو للمطالبات بإعادة الفرز أعتقد أن مسألة عدم التجاوب يعني مرجعها إلى النص الدستوري هناك يعني اللي بيحكم القضية فيه هناك المحكمة العليا هي بتفصل وبتحكم في هذه الطعوب طب برأيك لماذا رفض احتمال الحوار مع المعارضة المسألة يعني بين تساعات يعني يعني الكلام بالأمس هو اللي تم مسألة الحوار لكن يعني مسألة الحوار بين الأحزاب السياسية أنا أعتقد أنها يعني ألف باء للعمل السياسي طيب سؤال أخير الذي يغلق باء الحوار يبقى عايز يقفل سياسة ويشتغل حاجة طيب سؤال أخير لو سمحت كيف تنظر إلى وجهة النظر الأمريكية من هذه الانتخابات خاصة أنها رفضت الاعتراف بفوز نيكولاس مدورو في هذه الانتخابات أمريكا مستمرة على قرارها السابق من السنة الفايتة لما انتخابت شافيز زاد لأنها كانت تأمل أن يأتي المنافس لشافيز ثم يأتي المنافس للرئيس الحالي مسألة مصالح هي تريد من يخذ مصالح أمريكا في هذا البلد في هذه البقعة للأسف انتهى وقت هذه الحلقة سيد أسامة جادو عضو البرلمان المصري السابق عن حزب الحرية والعدالة شكرا جزيلا لهذه المشاركة مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة شكرا جزيلا للمتابعة بأمان الله اشتركوا في القناة